نستمر بالحديث عن هذه الكارثة الإنسانية المستمرة في قطاع غزة ونتحدث بأنه في كل يوم تسجل وصمة عار جديدة على جبين الإنسانية يستشهد الأطفال وهم يناجون ويستغيثون ويطلبون الحياة من عالم أصم وأبكم اليوم نتحدث عن تفاصيل استشهاد إذن الطفلة هند والتي على مدار 12 يوما بقيت مفقودة وآخر كلماتها هي كانت ويتقول لأمها متسبينيش يا أمي لا أعتقد أن هناك أم في هذا العالم قد تكون قادرة على احتمال هذه الاستغاثة وهذا الرجاء من فلذة كبدها إذن أثناء محاولة إنقاذ هند أيضا استشهد مسعفون من الهلال الأحمر الفلسطيني بتفاصيل أكثر نتحدث مع رانا الفقه وهي منصقة الاستعداد والاستجابة للكوارث في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني والجدير بالذكر أيضا بأنك أنت رانا من استقبلت اتصال الطفلة هند هذه الطفلة التي استشهدت وهي تطلب المساعدة يعني أحدثينا عن الظروف التي استشهدت فيها هند وأيضا ما هي الإمكانيات التي كانت متوفرة والتي لم تكن متوفرة أحدثينا عن كل شيء بداية أن يسعد صباحكم جميعا إحنا طبعا كالمعتاد فعلنا غرفة العمليات المركزية الهلال الأحمر الفلسطيني بنانع قرار الدكتور يونس الخطيب منذ 7 أكتوبر لغاية الآن طبعا 24 ساعة بالعادة منتلقى مكالمات منتعامل مع الحالات فكانت من أحد الحالات 29 طبعا واحد أجانا مناشدة من عام هند وأحكالنا أنه في سيارة تم استهدافها في منطقة تل الهواء وهناك رح ترد عليكم طبعا زودنا بالرقم وهناك في طفلة رح ترد عليكم طبعا زميلي عمر طبعا هو قم بإجراء هاي المكالم الهاتفية ومثل ما الكل طبعا سمع لسا عم بسأل في هند أنه متخبيين أو كيف متخبيين فأحكيت له دبابة وفجأة سمعنا ضرب الرصاص وهون طبعا انقطع الاتصال اتوجه عمر عندي وعند زميلي فأحكالنا أنه شكله أنه فيه بنت استشهدته كان كتير متوتر أنه كيف مكالمة استقبلها هيك وصار ضرب الرصاص وانقطع الاتصال هون كان ما بين أنه هو يمكن تكون عايشة أو لأ خلصنا استشهدت رجعنا كمان مرة حاولنا بالاتصال كمان عمر حاول بالاتصال فردت طفله لأنه أحكم عليان فلك أنه هند عمر أصغر فحكالها أنه ليان وين فحكت له ماتت بالضبط هون عمر ما قدر يكمل المكالمة فأنا استكملت المكالمة مع هند فعرفتها عن نفسي فأحكيت لها أنا بحكي معاكي رانا وأنت اسمك هند فهي حتى من كتر ما هي خافت من المنظر أحكيت اسمها سجود فبحكي لها أنا معاكي بس خلينا نرؤ شوي لأنه كانت شوي عم بتعيت ويدوب بطلع الكلمات بالضبط استشهد جميع الأفراد اللي كانوا معها بالسلحة صحيح صحيح هي كانت مع يعني أقاربها هم كان العايشين بس ليان وهند لما أجانا الاتصال أنهم بدهم إسعاف وأننا نحكي معهم نشوف كمان كيف الوضع وكيف بنقدر أن نحن نأمن الإسعاف فليان هنا طبعا عن طريق التليفون سمعنا ضرب الرصاص واستشهدت فاستكملنا المكالمة مع هند فبلشت أحكي لها أنه قديش عمريك وبأي مدرسة بدي شوي أهديها على أساس أقدر أن نحكي مع بعض كانت تستجيب بس فجأة كانت تطلها تسرخ إحنا يعني أنا بحكي معها على التليفون كنت أسمع صد دبابات وفيه ضرب الرصاص مرة بتوقف ومرة ما بتوقف كان فيه طيارة كمان زنانة كان بنفس الوقت فحاولت أني أنا أهديها بس الأكتر كلمات طولة المكالمة اللي كانت متكررة إنه تعالي خديني أو تعالي عندي يعني مهم بدها حدا يكون معها يعني هدول الكلمتين بصدر تعالي خديني تعالي لعندي قبل لسا ما تحكي إنها بتخاف من العتمة فحكيت لها إنه طب خليني بس شوي نهد إنتي شايفي إشي لأي ساعة ضل الإتصال مستمر معها؟ تقريبا للسبعة باليوم الأول فقط بس هو اليوم أصلا إحنا تقريبا نستقبلناها خلين نحكي ما بين مش رحها كثير نحدد ساعات ولكن هي ما بين خلين نحكي تنتين وضقائق تمنا معها تقريبا للساعة سبعة طيب حلق يعني تم التحرك من قبل طواقم الهلال الأحمر بقطاع غزة وكان هناك تنصيق يفترض بأنه يعني أنهم هم طالعين في مهمة من الممكن أنهم يحققوها يعني خليني نحكي بالنسبة 50% من الممكن أنهم يحققوها طبعا منعزيكم باستشهاد زملائكم يعني وبالتأكيد هم يعني لاحقوا من سبقوهم من شهداء هذه المهنة الإنسانية فما الذي حدث مع هؤلاء المسايفين وكيف يعني هل علمتم باستشهادهم بنفس وقت يعني إعلامكم باستشهاد هند؟ هلأ هون إحنا طبعا في زميلي بلش ينصك إنه إحنا لازم كيف منقدر إحنا نقدم مساعدة لهذه الطفل لأنه كانت تطلب المساعدة والمناشد بصوت مرتجف حزين وعلى أمل إنها لست تمسك رغم هيك بالحياة يعني ما تتخيى قدش المكالمة كانت صعبة جدا يعني حتى زملتنا مديرة الصحة النفسية كانت كمان على تواصل معنا وإجت وحكت كمان مع هند لأنه أنا هون بصراحة لما حكت لها أنه وين الدبابات هي أمامك ولا جنب السيارة ولا خلف السيارة حكت لي أمامي ففجأة كمان صرخت 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 وأحكت الدبابة ومكتع الاتصال أنا بصراحة انهرت بكاء لأنه كان الموقف صعب يعني أنا خفت نفس ليان يعني فردت كمان مرة عمر هون تواصل معها وردت وطلبت أنا تحكي معي فكملت المكالمة وأنه ما أسيبها وكانت تحكي لي كمان أنه هاي الدنيا عتمت الدنيا كربت أنا بخافة من العتمة حتى اتفقنا أنا وياها على شغلة أنه بتعرف اللعبة الغميضة فأحكت لي آه طيب شو رأيك إنه إذا أنت خفت يا واجه حدا نغمد عيوننا ونبلش نعد ونتم نعد لحتى يصير الفجر أو نشوف ضوء حتى بعرفش إذا عدت أو لا فضلت زميلتنا أكيد كمان نسري نمحها بس أكتر شي كمان إنها كراءتنا وإيها الفاتحة حاولتني أهديها وتعيد يعني حتى كراءتها للفاتحة كانت كتير بسوط يعني في غصة بالزبط كتير كانت تفاصيل وكلام وحوار بيننا وكمان هون زميلة يبلش ينسقط اللينا إحنا شوي التنسيق لإجاء التنسيق إنه أوكي تمام إنه مسموح للفريق إنه يطلع يروح على هند أثناء توجههم وطبعا ضمن مهمة منصقة وكنا على الاتصال مع هند وكنا بالاتصال كمان مع الطاكم إحنا إسمعنا درب رصاص حواليهم بس إحنا ما كنا متوقعين إنه الاستهداف لقيلهم مباشرة فقدتوا الاتصال معهم برضو بيوم الأول طبعا هو أصلا اليوم الأول هو كان الأول والأخير بالضبط هو كان اليوم الأول والأخير هون إسمعنا درب رصاص حواليهم وحتى أحد أحكى إنه فيه لازر أخضر تم التوجيه وصار إضراب درب رصاص بس إحنا ما فكرنا إنه هم استهدفوا بهذه الفترة ومقطع الاتصال مع هند بنفس الوقت ومعهم إحنا كنا بصراحة على أمل إنه يمكن يكونوا معتقلين يمكن يكونوا مصابين وحتى هند يعني يمكن يكون تم التعامل معها بس إنه ما توقعنا إنه تنتي بعد 12 يوم إحنا ما كنا عارفين ما صير أي حدا فيهم إنه يكون بالطريقة هاي البشاة من وين تلقيت الخبر؟ يوم السبت طبعا أنا كنت حاكي للزملائي إنه إذا أجل خبر مش منيح بس يحكولي وما تنقشوني الموضوع هذا بصراحة أنا يوميا كنت بالليل أسمع صوت هند وعم بتناديني عم بتحكي لي تأخديني تأخرتي فهذا كان كتير هذا مؤلم رغم إنه جمعيتنا طبعا يعني قامت بمهمتها ولدرجة إنها كمان فقدت مستعفين عشان بس صرخ الطفلة مناشد الطفلة ست سنوات بين ست جثث فيها دماء ضرب رصاص نتخيل فضاعة المشهد حواليها يعني هي غادرت الدنيا وهي ترى أكثر مشاهد مرعبة في تاريخ البشرية يعني المسعفين استجابوا لنداء هند حتى أنت يعني لو كنت هناك بالتأكيد أي حدفين رح يكون موجود طب المؤسسات الدولية بما أنكم أساسا يعني مؤسسة من المفروض أنها تابع على مؤسسات دولية شو حكت؟ كل بساطة يعني 12 يوم شو كيف كانت الاستجابة؟ طبعا إحنا كنا أكيد في تم التواصل وحتى في مؤسسات كثير يمكن انتصلت كمان وكانت كثير مهتمة إنها تعرف الموضوع هند والطواكم بس للأسف يعني ما كان في عنا أي إجابة أو ما كان في أي تعاون أنه الاحتلال لأنه يخبر إيش صار بهذا الموضوع و بهذه المنطقة كمان هو يوم السبت بالتحديد لما طلقيت المكالمة من عمها اسمه سمير عرف عن حاله وأنا طلقيت أنا كنت متوقع كل شيء بس مش أنا اللي كمان أطلق هاي المكالمة فأحكي لي أنه سيارتكم الإسعاف هيها موجودة وإحنا هنا موجودين لأنه نسحب الإسرائيليين فإحنا فطنا نشوف هند والطاكم إيش صار بحكي له طب بس عمد أغلبك أنه السيارة كيف وضحها المستعفين فيها أساسا فأحكي لي أساسا هي تم استهدافها بقظيفة مباشرة كمان إجت من الأمام السيارة وبتوقع على وسائل الاتصال وأساسا ما تبقى من السيارة فأحكيت له أي شيء يدلع أنه المستعفين موجودين فصار يدور أكتر يعني فأحكي لي أنه في بقايا عظم وجمجمي خلق السيارة رحمهم الله يعني شهداء هذه المهمة الإنسانية ورحم الله هند وجميع أطفال غزة وطباء غزة وصحفي غزة يعني الاحتلال يضرب بعرض الحائط كل المؤسسات الدولية يعني يقصف سيارة تابعة للهلال الأحمر بشكل مباشر هذا لا يقبه بأي شيء يعني الغصة كبيرة أحكي لكم يعطيكم ألف عافية ورحم الله شهداء ومسعفي الهلال الأحمر ومستشفى الأمل التابع للهلال الأحمر الجدير بالذكر بأنه لازال محاصر وتم تعرضه لكثير من المداهمات من قبل الاحتلال وحتى اعتقال طواقم متواجدة في مستشفى الأمل أشكرك جزيلا شكرنا لاتك ألف عافية ونتمنى لك كل القوة تكمليها المهمة وتردي دائما على الاتصالات ولو حتى بطمأنة هؤلاء يعني الذين يعانون الأمرين في قطاع غزة شكرا إن شاء الله